أصبح سقوط الزمالك أمام الوداد المغربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا بمثابة الشرارة التي زادت من اشتعال الأجواء داخل البيت الأبيض أجواء كان متوقع هدوءها عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون وتعين البرتغالي فريرا مديرا فنيا إلا أن تلك التوقعات ذهبت أدراج الرياح بعد الخسارة مساء الجمعة من الوداد المغربي بهدف دون رد على استاد القاهرة خسارة الزمالك وتوديعه إكلينكيا لدور أبطال إفريقيا من دور المجموعات للعام الثاني على التوالي تسبب في غضب عارم بين جماهير الفارس الأبيض التي صبت غضبها على اللاعبين في الوقت الذي أكبرت فيه الخسارة مجلس الإدارة على اتخاذ قرارات لتصحيح المسار خلال المرحلة المقبلة وأعلن مجلس الإدارة عقب الخسارة أمام الوداد مباشرة عدم تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم الجاري وفي مقدمتهم المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أونجم بالإضافة إلى طارق حامد وعمر السعيد والحارس محمد أبو جبل علاوة على عرض التونسي سيف الدين الجزيري للبيع وإيقاف مستحقات جميع اللاعبين حتى نهاية الموسم وتصعيد بعض العناصر المميزة من فريق الشباب والدفع بهم في بطولات الدوري قرارات مجلس إدارة الزمالك وجدت صداً واسعاً بين الجماهير التي أيدت تلك القرارات متمنية أنها تكون بداية تصحيح مسار الفريق وعودته إلى المنافسة على البطولات مرة أخرى ولا شك أن الفترة المتبقية من عمر الموسم الحالي سيتعين خلالها على البرتغالي فريرا تصعيد عناصر جديدة للفريق الأول في المراكز التي تعاني من نقص شديد بالتزامن مع المنافسة على درع الدوري فهل ينجح البروفيسور المتسلح بثقة الجماهير في تنفيذ مهمته وإعادة الهدوء إلى القلعة البيضاء أم تستمر الأزمات دون انتهاء يا أهلا بحراركم مرة أخرى شرفني وينورني في هذه الفقرة لأصدقاء الأعزاء أحمد فوز العليان ومحمود ديائي أحمد مشرف ومنور أهلا بيك أخبارك إيه؟ كقوله تمام الحمد لله محمود أخبارك إيه؟ الحمد لله كريم مشرفني ومنورني ربنا يخديك رب أنا هبدأ بيك النهاردة عشان نبدأ يا أحمد تفتكل ليه؟ عشان ما شاسترك تفتكل ليه يا أخي؟ عشان رونالدو خد بقى مجوائر كنت بتكلم حفوزي قبل ما قبل ما ندخل حتى بقول له الجون أو اللي جوان اللي يجيبه رونالدو مش بس نوع بيسجل لأهو أنت بتفتكر لما كان بيسجل شبهها في 2007 أو 2008 أو 2006 كنت أنت بتحس بيه؟ تلعب خصوة ميزة يعني لعب حد صغير رونالدو النهاردة بيسجل هاتريك مع منشستر ثاني هاتريك لي فأنا فكرت أقول هاتريك أنا كنت فيه؟ كان عندي امتحان 18-12 يناير 2008 14 سنة وشهرين بالضبط كنت دا راجع من المدرسة عادي وثلاثة بعد امتحان وثلاثة تفرجت على مطش من المنشستر فأنت بتكلم انت الفرق السنين والحاجات اللي متلشان لعب خلاص القصة كده خلصت رو كنت جاي من المدرسة عادي بيتفرج على مطش فاللي أنا كنت برضو بستديه قولي كنت فيه راجع من المدرسة وتفرجت على مطش زكرياتي هاتري ايوة زكريات كتير تخيل هو من المدرسة لحد دلوقتي بيفرج على اه لأ زكريات كتير اكتر ان عجزت المحمود اه واضح اه بس كريستيانو اه بس كريستيانو بيعجز احنا من العجز بس اداء مدهش النهاردة اه مثالي مثالي دا يجي في الوقت انه الهجوم كبير على كريستيانو او بعض الناس تقلل من كريستيانو وانت ليه روحة مانشستر وانت متقدمش ديه مستوى مع مانشستر هو هدف الفرق دلوقتي بينافس مش بينافس يعني بينافس على المركز التاني في الهدفين في الدول الاطاطي بالضبط لا روندو بيقدم طبيعا المستوى ميكونش المستوى اللي كان بيقدمه على المادريد في 2015 و 2016 و 2017 ده مانطقي جدا ولكن هو روندو ليه مواقف معينة لما بتحط فيها هيسجل حطه في المواقف دي ولما يضيع تبقى تحاسق او تبقى تقول هوالي مبعملش كده روندو اه في اوقات كان بيوظهر فيه انه هو اعبدانيا او بيظهر انه عنده مشاكل في انهاء الفرص ولكن لا فيه حاجات واضحة جدا روندو بتحط فيها بيسجل النهاردة يونسل بيسجل تاني مرة من ضربة سابتة من اول موسم الاول ناكن من كاماتش فقبل كده ما كانش فيه ده بيحصل اللعبة تاب إن اللي هي الكرب العرض روندو بيتحرك في مكان عشان حطها جون دي ما حصلتش بقى لها كتير جدا قعد مرة او اثنين في الموسم كله الجون الاول هو جون تجلي من روندو اللي هو روندو بتاع زمان عشان كده الجون شطة من بعيد وجون من تاب إن وجنب دماغه وده تبك الهاتر كروندو اللي كان بيجيبه قبل كده فهو بيقدم يعني فرائي مبارا مثالية مش بس عشان الجون تحركاته والفرائي بيخرج بالكورة وازاي بيرجع حتى يدافع وده تكلم عنه كمان رنجنة بعض المطش فهي مثالية تسعين ديها مثالية عايشوا الحاجة في الموضوع؟ طبعا أنا مبسوط أولا ليكن راجل كان قاعد جنبي كل مطش اللي قاعد بتفرج وهو متدايق أخيرا نتبسط ومبسوط لكريستانو طبعا الصراحة أنا محب كريستانو طبعا ما فيش حد بيحب الكورة وأعتقد مش هيحب كريستانو طبعا ويتهاجم الفترة الأخيرة ويتقال لك أنه هذا بقى منتهي وبتع معين أنا بشوف أن المنتهي دي تتقل على حتة واحد كبير في السن لما يكون مش قادر يستلم مش قادر يجري لكن هو ما تتقلش عليه عشان ضاع فرصة سهلة ممكن تتقل على راشفورد مثلا اه بس يعني اه 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 انا فهم يستلم على راشفورد محب مش هستلم واحد زي ماجواير انا كنت ريسة جايله على ماجواير انا عايز افضفض معي اكمل كامل بيننا وبن بعضين اخدوا وقتون كان بيلعب في النادي اللي بي نفسك من فيك هو كان بيلعب في سبورتينج شبورد لا ملحقتش هو نفسه ملحقش هدائما كون محمد يبقى معي لازم ادي الإفيدة ان احنا معانا المشجع المصر الوحيد ربما يكون المصر الوحيد اللي بيشجع بين فيك في اوروبا بس يعني تبشجع مين يا احمد انا بشجع بين فيك بس معلش يعني برضو لما تتكلم معي تبشجع ربا دريد اه انا كسبتك خمسة في نهائي اه مش فاكر تلاتة وستين اه اه او دالي انت فاكروا تكسبني بقى خمسة في نهائي دور الابطال بعد كده يبقى احنا خلصين نتصافة على طول عامل ايه مع ماجواير عشان موضوع صحابه بصوا فراين ماجواير السنة اللي فاتت اقضا مدافعة قيلا مدافع في العالم هو لا استحق الناد الوقت ماجواير الموسم اللي فات عمل موسم كويس جدا السنة اللي هو من اول موسم حاد الدلوقتي انا مش في كل هو موسم كويس طويتر انه كان مج constitifer وانه يجاب جول في نفسه وهي يجب جول في نفسه За الموجود السيء الذي عمل هنا يعطي انه حتى موسم موسم سبعة من أسوأ عشر تقييمات لماجواير مع مانشستر ساعة ما جاء في الموسم بها طبعا النهاردة هيبقى تام من أكيد فلا هو بيقدم موسم كاريسي كاريسي جدا يعني هو كان كويس جدا في اليورو قبلها كان كويس مع مانشستر و لما غاب في النهاية قبل نهاية الدور الأوروبية بكازا ماتش كان غيابه ملحوظ لكن لا هو بيقدم موسم مش طبيعيا كاريسة بينتهي و بينهي فيه لو فضله حاجة على أنه بينهي فيه على نفسه فعي خلاص فعي ماتش الكابتن يلعبطش و ماتش لأ لكن يمشي لي لأ سنهاش انجليز يا بش طيب عايز أخذك ليفربول يا أحمد بس أخذك بعيد عن مبارات اليوم براد برايتون كسبها ليفربول 2-0 دياز و صلاح الحكاية بتاعت محمد صلاح والتجديد بتاعك والتصريحات يورجين كلوب رد فعل رامي عباس الوضع ايه بالنسبة لمحمد صلاح يبدو ان طبعا هو الأكيد ان هما لسه متوصلوش الاتفاق حتى دوت من الكلام الرسمي بتاع يورجين كلوب انه هو احنا خلاص قدمنا العرض اللي هو اللي هنقدر عليه كنادي و منتظرين رد محمد صلاح اللي ما ردش لا بالإجاب ولا بالسلب حتى الآن ده كلامه الرسمي رد فعل وكيل محمد صلاح اللي هو رامي عباس بيظهر انه مثلا اللي هو ايه طبعا حط ايه موجيس بتضحك فده معناه انه هو ايه لا يعني احنا بتحاول تحطينا تحت الضغط لا احنا مش تحت الضغط يبدو على الاقل انا فهمتها كده هل محمد صلاح هيكمل ولا لا اعتقد ان محمد صلاح هيحسبها كويس يعني تعودنا على ده من محمد صلاح مين اللي هيخسر في الحالتين الاتنين اعتقد انه هو افضل للطرفين انه هما يكملوا مع بعض طبعا ولكن خلي بالك محمد صلاح برضو لو احنا دايما بنقشها من ناحية ايه انه هو انت خلاص لقيت نفسك مع ليفر بول لو روحت فريق تاني مش ضامن ان انت تنسجم ومش ضامن ان طريقة اللعبة تعرف تظهرك بنفس الصورة والجمهورية تقبلك وكده بس هو حتى لو محمد صلاح كمل انت ضامن ان ما بعد يورجين كلوب اللي هيجي هيبرز محمد صلاح بنفس الطريقة مع ويورجين كلوب قال انه غالبا هتبقى خلاص اخر موسم دي سنة 2024 يعني تاريخ قريب فبالتالي حتى في حالة وبقاء محمد صلاح مع ليفر بول حاليا بعد مستجد ان كلوب نفسه ماشي بقت محتاجة ان محمد صلاح يحسبها كويس فانهي الافضل اعتقد محمد صلاح انسب واحد ان هو يشوف قراره ايه ويحسبها من كل النواحي سواء مديا او كمان فنيا ولكن انا لو اتمنى حجر صلاح اتمنى ان هو لو مشي ما يروحش لفريق منافذ في البريمر ليج علشان ما يخسرش التاريخ والارث اللي عمله مع ليفر بول في السنوات الماضية طيب في سؤالين مرتبطين هو ايه مشكلة صلاح في التفاوض مع ليفر بول يعني ازمته ازمة مالية راتب الاسبوعي ازمة ادارية يعني ايه الا ازمة بتاعت محمد صلاحي يعني ليه بتجديد محصدش حال الوقت ده واحد اتنين طب هو صلاح لو مشي اصلا من ليفر بول مين يدفع تمر ومين يدفع الراتب اللي هو عايزه محمد صلاح دلوقت في السوق حالة الافلاس اللي في السوق العلامي دلوقتي في الكورة يعني هو الايجابة الاولانية اه الموضوع بالزبط بسقف الراتب في ليفر بول فرجل فاندايك لما جدد اخر حد ده واعلى واحد في الفرقة بياخد فلوس 2200 الف سترليني الراتب الصافي وده يفرق عن صلاح بالمناسبة 20 الف سترليني بس تعنيت بصلاح الحالي طبيعي ان صلاح في اخر عقد كبير ليه منتظر كده منتظر ان هو يكون بيأبجريد نفسه مداني ده اخر عقد كبير غالبا في مسيرته ان هو 29 سنة بس في نفس الوقت الكريم في حاجة تانية محتاجة تبص علي من ناحية تانية طيب دلوقتي ليفر بول قرر ان هو مش هيجدد مع صلاح بس مش هيبيع صلاح فصلاح هيكمل مع الحد ما يخلص عقده هيبسعتها 31 سنة هل في فريق هيقدر يخاطر بلاعب 31 سنة يدي له عقد كبير بالرقم اللي كان هيبعقد الصلاح ولا لا ده سؤال مهم جدا دلوقتي مين ممكن ياخد محمد صلاح القول كبيرة في العالم في قصة الفلوس دي مانشستر سيتي ريال مادريد بريسان جيرمان ومدور التلات فرق دول كلام كمان نظهر من فابريزيو رومانو اللي هو سكاي سبورتس ان صلاح ممكن ما يكونش عنده مانا يروح للفريق في البريميليك وساعتها دي تبقى مشكلة فرأيي انها تكون مشكلة كبيرة طبع طبع لان جمهور ليفر بول بيعمل صلاح معاملة الأساطير دلوقتي هو فعلا بأرقامه باللي بيقدمه يستحق معاملة الأساطير فمش هيبقى كويس ان هو يخسر ده محمد الكلمة اللي يدفع هو منشستر سيتي بالضبط انت راح لمنافسك المباشر على الله عبداللوقتي حتى شيلسي لو كنو انت تقدر تقول بشيلسي مشكله يشيلها بقى مش الله أعلم ما يحصل ايه بعد المشكلة المجودة تقاتلين بلضبط ما عندكش أصل حد يقدر يدفع فلوسه منشستر سيتي او قد يكون يكسل القوى الصعدة مدين بعد ما هيضمانوا البقاء السنائي دي وفي نياتهم اللي ما يصرفوا بقوة برض فصلاح محتاج اعتقد الترافين محتاجين يحافظوا على بعض زي محمد كان بيقول الحاجة الأهم كمان هي صلاح اه هو طالب راتب أعلى ولكن في المقابل محتاج يبص على أسطوريته في ليفر بول لو ليفر بول قدر يحقق مع صلاح او مع الجيل الحالي عموما لقب دوري تاني فهي عادة رخم منشستر الانت التاريخ وجمهور ليفر بول من ساعة اي حد عايش بشجع ليفر بول والحد الاخر عموما بحد هينسى الجيل اللي رجع الدوري بعد ثلاثين سنة اللي كان منه محمد صلاح والجيل اللي هي عادة الرقم منشستر الانتت قبل ما ينوط ده يكسب الدوري 21 الحالتين دول لو دول لو تحققوا في نفس الجيل الجيل ده هيكون أسطوري مهما كان هم مين وطبعا صلاح ماكسمم بنهايتك لو انت بتتكلم عن مين اهم من الأيبة في ليفر بول اقل حاجة ممكن تعطي صلاح لعبة تاني فدي حاجة مهمة جدا لازم تتحطي كفاكتور مهم وانت بتحسب هل انت عايزت الجدد ولا لا في نفس الوقت كليفر بول انت محتاج تقيم اللعب اللي انت هو الأهم او هو اكتر لعب جايب مسجل أهداف او مؤثر مع الفريق في النساعة ما جايه في خمس سنين صلاح بيكسر ارقام او بيوصل الارقام محدش بيوصلها قبله او وصل لها عدد قليل جدا من اللعب قبل كده فدي معامل تاني مهم جدا في رأي ان الاثنين كله عفهم محتاج يتنازل عن جزء عشان يوصل الاتفاق في حالة الرحيل الطرفين هيخسروا مؤكد بالاي شك فيش حد فيهم هيبقى كسبان ولا حد فيهم مش هتأثر الطرفين هتأثر طيب قبل ما اروح للفاصل وقبل ما خش على الزمالك والاهلي انا حبيت ابدأ معاه الكرب عشان هدي عصام مشروع عشان مروحش للنكب اللي حصل من الزمالك والاهلي مباراة ريال مدريد و باريس سان جرمان كانت مباراة عظيمة مباراة العودة تحديدا بس تحديدا باريس سان جرمان هو بالنسبة لي لغز فرقة عندها كل النجوم الممكنة عندها كل الاسماء الممكنة تقريبا كان كريم بن زيمة اللي بلعبهم لوحده هو وفنسيوس كمان عمل شوية حركات في الشوت التاني يعني بس انا ايه اللي ننقص باريس سان جرمان بالكلام المنطقي العائل عشان يبقى فريق قوي جدا ويكسب بسهولة كمان بصوا بابدائيا طبعا باريس سان جرمان فريق قوي ولكن بتشعر ان هو باريس سان جرمان بيهتم بجلب الاسماء يعني المعضلة دي كان بيعاني منها فكرة ريال مدريد في فترة مصر ان الجيل اكتيكوس طبعا هات فيجو هات بيكم وهات انت بجيب اسماء لمجرد انها قوية جدا في فرقها مش لمجرد ان انت محتاجها فعلا في تشريف عشان تدعم قيمتك وتكون قيمة متكاملة اعتقد ده باريس سان جرمان وقع فيه السنة دي وانا كنت على فكرة بقول كده من اول الموسم يعني انا بشوف ان بعض الصفقات اللي ابرام هاباريس سان جرمان انت لما جيبت اشرف حكيمي مثلا اشرف حكيمي كان بيلعب مع انتر بخطة ان هو الوينج باك مش ظاهير ايمن فانت جيبته عشان تلعب بي اربعة هل هو الانسب ليك ولا لا انت جيبت سرخي راموس اللي هو قلب الدفاع اللي هو اساسا خلاص مفروض ان هو بيبطل يعني فانت جيبه على اساس ان هو حيلعب فين مش حيلعب اساسي عندك حتى لو كان سليم هو اساسا بقى جاي تعالج من ساعات لما جيه انت جيبت ليونال ميسي طبعا صفقة لا ترفض بس انت عشان تجيب ليونال ميسي لازم تجيب الادوات اللي تطوع عليها الخطة عشان تكون مناسبة ليونال ميسي بما ان بيسي صفقة ما ينفعش ان انت تقولها لا في نفس الوقت انت عندك كيليون امبابي وعندك دي ماريا مبارح كان بالعب بديل وعندكش المدرب اللي يقود المنظومة دي كلها وعلى نفس شخصيته موريسيو بوتشتينو فانا بشوف ان باريس سان جرمان بينقصه اولا اللي هو الفكر الاداري الصح في تنظيم احتياجاته ثانيا بناء الشخصية الشخصية اه دايما يقول لك ايه ان باريس سان جرمان عنده شخصية بس جزء من الشخصية تكسبها من قوة مدربينها يعني مثلا مورينيو لما مسك تشيلسي في 2004 و2005 ما كانش تشيلسي ان فريق منافس على الالقاب ولكن مورينيو صنع شخصية تشيلسي الفرق القوي وحوله من فريق اللي هو من ضمن اللي هو ايه كان فريق كويس في انجلترا لا اللي من ضمن كبار انجلترا بسبب شخصية المدرب اعتقد هي النقطة دي اللي بتانقص باريس سان جرمان حتى الان اوروبيا ان انت تجيب المدرب القادر بشخصيته ان هو يفرد الحزم بين اللاعبين والحزم على الادارة قبل اللاعبين في تحديد الصفقات علشان بالتالي يبقى ليهم وزن في الملعب ما يتبقاش جول يهدهم بعدما كان هم متسيدين المباراة على مدار الزهاب وكمان الشوط الاول في القياب غلطة من دوناروما تخلي الفريق كله يقع ويستقبل الاهداف قدام زي ما انت قلت لعب واحد اللي هو كريم بنزيمة كريم بنزيمة بقى شخصيا انا من سبع تمان سنين بنزيمة في الريان مدين منها في متاسع الجيل يعني من سبع تمان سنين انا كنت بتعامل مع بنزيمة ده انه لو جي عندنا في الدول مصر هرفض انه يلعب اساسي تمام؟ في تحول طبعا انا بابالغي يعني وقتها كنت بابالغ يعني بحضر بس في تحول لبنزيمة من مهاجم اقل من العادي او كنت متصوره كده اقل من عادي او نعتبره عادي لمهاجم مش طبيعي خيالي تاريخي الريان مدريد في حاجة في تحول غريب في مستوى كريم بنزيمة ايه اللي حصل؟ وطبعا مش نختلف ان بنزيمة شمي نفسه كده بالبلدي بعد ما خرج كريسيانو عنده لانه هو بقى في المكان الارض ولكنه في خلال سنينه مش طبعا مش في كلها ان انا في رأيي المهاجم طالما انت مركزك مهاجم ووظيفتك هي الاولى انت تسجل اهدف كونك بتفتح مساحات تخرج من المنطقة تسمع فرص تعمل اي حاجة في الدنيا ده مطلوب في الكرة دلوقتي ولكن من غير مش من غير ما تعمل الحاجة الارئاسية بباعتك دي كانت حاجة ما بيعملاش كريم بنزيمة بالشكل متتالي او بشكل طبيعي ككل مباراة ودي كانت مؤثرة جدا مع جمهور ريال مادريد او على تقييم كريم بنزيمة عمونة لكنه كلاعب كرة قدم لو هو مش مهاجم فهو كان بيقدم مستويات كويسة مقبولة مرتفعة مش هتلاقي دايما ليه تقييم واحد كل كمات شهتلاقي تقييم مختلف لكريم بنزيمة ولكن ما بعد خروج كريسيانو عنده الوضع بقى مختلف بقى هو المين مان في هجوم ريال مادريد الاول كان فينيسيو جونيور مش موجود تماما كان رودريجو مستوى سيء اسينسيو مستوى سيء الموسم ده الموضوع تغير فينيسيو سيء بقى أقوى مع شكل ثلائية مع كريم بنزيمة ولكن في النهاية مهما تبص هتلاقي كريم بنزيمة هو المين مان هو المهاجم بيجي له وقته بيضيع ولكنه بقى أكثر حسما بقى أكثر ثقة في نفسه ممكن بقى هو المتحكم في هجوم ريال مادريده ده اللي كان أعتقد محتاجه كريم بنزيمة عشان حتى في وقت لو هو بيجي له في الماتش ثلاث فرص بيه حط اتنين فذا شيء جميل جدا لكن قبل كده كان ممكن تكون انت اللي فاكر هالو انه جات له كورة فالنسيا مثلا في 2014 او كورة ريال بيتيس في 2014 عايز اقول لك انا فاكر له زبط اعمل تلاقي فاكر تزيج طبعا عندي جراح كثيرة جراح جراح عارف انت كان فيه حاجات بتيجي في القلب لانا فترة بتاعت كريم بنزيمة وهجوائين ديت كانت فاضرة بالنسبة لي مأساوية انت غير بتاع بنزيمة هجوائين انا كان مشهور كله ماشا كان نفسي اتكلم مع احمد و محمود بس عشان انا بعد الفاصل هتكلم على الاهلي والزمالك بس بمعلمي هطلع فاصل دلوقتي وهرجع بعد الفاصل الكلام على الاهلي والزمالك لازم اقول كمان انه فيه لعب عظيم جدا عمل مباراة عظيمة جدا قدام باريس انجربان اسمه لوكا مودريتش بيعمل مستويات خيالية خرافية يعني حبيب بس اسجل اسمه يعني كملحوظة عشان نرجع نتكلم على الاهلي والزمالك بعد هذا الفاصل خليكم معا نعلم بحقاكم مرة اخرى في الفاصل كتبول احمد يعني كرسناو لو شدت حيله باتنين هاتريك كمان ممكن ياخد اللقب ده من صراحه ده اللي احنا مش عايزينه يعني اخد صراح الهدافه نحب كرسناو بس من بعيد يعني وراح فاوز قال لي اتنين هاتريك يعني لحد ما اعتزل يعني بحددتش فترة زبانية يوم الثلاثة الجاي يوم الثلاثة سيميوني حبيب سيميوني بقى بيحبوا او 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 هايس ان هو عمل بروفا النهارة عشان سيميوني يا مسائل طيب هستألك السؤال الاهلي والزمالك بطريقة تانية ايه واجه التشابه في اللي حصل من الزمالك امبارح والاهلي النهارة؟ واجه التشابه اه احنا عايزنا لين النتيجة؟ اه لا احنا ممكن نقول واجه التشابه ما بين الموسم الماضي ما بين الفريقين والموسم الماضي للفريق الحالي نحن في حالة ديجافو الزمالك السنة اللي فاتت بدأ دور المجموعات بتعادل على ارضه في مباراة مفترض ان هي وان سايت جيم ويكسبها فعقدت ظروفه فخرج اتعادل السنة اللي فاتت مع تونجس السنة دي مع الفريق اللي هو السجرادة دوت اللي هو اضعف حلقة في المجموعة برى ارضك فبعد كده رح تطالع بقى للترجي المراضي الوداد اللي هو برى ارضك لازم ما تخسرش عشان تحفظ على امالك لا انت خسرت زهابا وايابا فضلك جولتين الفرق بقى ان المرة اللي فاتت كان اتحاد العاصمة ادرك الامل ان انت ممكن تبقى عندك فرصة في اخر جولتين المراضي بترو اتليتكو كسب وانهى الامال مبكرا فزمالك ودع وكأن محدش بيتعلم من اخطائه وزمالك ما بتعلمش من اخطائه في المقابل الاهلي للسنة الثالثة على التواني بيعاني في دور المجموعات وبيتأهل في النهاية كتاني المجموعة فبعد كده بيبدأ ان هو يتحسس طريقه الى الطريق الصحيح يعني بداية من الادوار الاقصائية فانا حاس ان احنا بنعيش مع الاهلي وزمالك حتى الديجافو طب ايه الاسباب؟ اعتقد قد يكون الاسباب في توقيت اقامة دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا للفريقين التوقيت اللي احنا عندنا فيه الاهلي وزمالك والفرق المصرية دايما بتكون مضغوطة بمباريات اكتر من اي وقت تاني بسبب مواعيد انتهاء الموسم عندنا الغريبة مختلفة مقارنة بالدوريات الافريقية كلها يعني لحب نتكلم انه دلوقتي الدوري التونسي 14 فريق فاللي هو بينتهي بسرعة الدوريات في افريقيا اصلا بتقام تبدأ في يناير الاثناشر يعني بالنظام السنة مش بالنظام السيء اللي هي 2021-22 زينا فانا حاسس ان هو توقيت اقامة دوري المجموعات مع بعض الاخطاء اللي بالنسبة لزمالك اللي هو ما بيعالجهاش وبيقع فيها كل مرة هو دوت السبب الحقيقي في ان احنا حاليا بنعيش حالة الديجافو ما بين الاهلي والزمالك بيعملوها لنا في دوري المجموعات طيب الاهلي فرصيته لسه قائمة بس الاهلي تحسوا النهاردة انا واتفك النام ده قبل كده انا فكري من الاهلي ان انا شوفوا زي منشستر سيتي مسلا انا بطل القارة مسيومين متاليين انا واخد البرونزيت كاسل على المسيومين متاليين فينزل قدام اي فرقة هو دايس بنزين على الاخر وبيهاجم وبيضغط وبيسجل اهداف كتير ليه الاهلي يزهر في افراكها بالشكل ده انا بالنسبة لله اتكلم على مطش النهاردة كريم في حاجات كتيرة مؤثرة في مطش النهاردة اول عامل مش هقول ان هو الاجهاد بس لا اخلي الاجهاد بعد كده اول عامل انه ممكن جدا يكون اللاعيبة وصل في المعنى ان انا يحصل اللي يحصل ان انا هكسب مطشين هنا وهاصط الهلال و المرأة بالظبط دي الحالة كانت مش لعب من الهل في السودان انا جاد في بالي الفكرة دي نهاردة دي حاجة من الحاجات الحاجات التانية هيعمل الاجهاد بس مش كل سكواتر الاهلي مجد براف عليك يعني عالي معلول مجد عالي معلول مهاردة الدفاعيان سهي جدا ولكن هجومان كان هو الوحيد اللي بيحاولي لعب الأوفرات اللي كان مسلماني بيطلبها لدرجة ان الكاميرا جات عليه بعد كده هو بيقول لهم أنا بقى لعبه عرضيات صح ومعلول كان هو اللي بيعمله بدن النقطة النقطة التانية عمر السلية واضح جدا ان هو مش من اول ديها في الماتش هو مش جاهز وارد تكون مخطة لتخبطها اثرت عليه ولكنه بوضوح جدا مش جاهز محمد يفتحي نفسه مش جاهز كريم فؤاد مش هقدر له مصراحة والرجل بيعني في خضة وبعد كده خرج خرج مصاب بيرسي تاو من بعد القصابة هو مش موجود مش بس النهاردة حمد مجدي قفشة على ما استفهم كتيرة جدا على قفشة وشريف السنائية دي عليها على ما استفهم كبيرة جدا فما بين اللعيبة جزء منهم موجد طهر محمد طهر في مركز غريب يعني في مركز بالنسبة لي غريب جدا لعبه طهر لو كان هيعب مركز ده مكتب حسين الشحاد يعني اعتبال ان هو لعبه اصلا قبل كده ولكن ما تعرفش ايه العصب في الكواليس يعني فبالنسبة لي موضوعهم متقسم بين لعيبة مجهدة وهي من العصب بتاع الفريق ولعيبة بتمر في فترة توهان كبير ولعيبة محتاجة هي نفسها تقف مع نفسها شوية عشان يعني في فترة مصيرية بالنسبة لهم هم كلعيبة في النادي الاهلي ومرزبا لهم كشكلهم قصاد الجمهور مازال في النايا زي ما انت قلت الاهلي فرصته في ايديه قدامك مارشين لو اكسبتهم حتى وانت عادلت مع المريخ وبعد جهة كسبت الهلال بتاعي تصعب كتاني مجموعة ودي حاجة متكررة ولكن وارد جدا برضو حاجة اخيرة ان كون التركيز كله كان في ازاي ان انت تكسب بيرميدز وده اللي بين اوي من تصريحة موسيماني وتصريحة اللعيبة موسيماني اول تصريح قاله بعد التجديد مع الموقع على اسم الابتاع الاهلي قال ان انا كان عايزين نكسب ماتش عانينا اخر 15 شهر عشان نكسبه فواضح ان المباراة في ازهان الجميع دي اسباب اللي ممكن تكون عملك كده محمود شرفت ونوارتك العادة انا بشكرك شكرا جزيلا ربنا خليك كريم شكرا جدا بسعج جدا بتواردك معا شكرا جزيلا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم عشرة رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على أفكار شكرا